اهلا بكم مشاهدينا الكرام بعد هذا الفاصل ونعود مشاهدينا الكرام واستكمالا لما كنا قد بدأناه قبل الفاصل مع أشياء مهمة جدا بنتكلم نحن مع أكرر مرة أخرى ونكرر مرة ثانية وثالثة ورابعة وموصولة نحن مع دعوة الزحف إلى فلسطين نحن مع دعوة الزحف إلى نصرة المسجد الأقصى ولكن نقول هناك ترتيب للأولويات ونحن نقول سيد خالد مشعل وهو من أحد كيادات حماس الكيادات الكاميرا جدا وهو بيقول إحنا لابد أن مصر وشباب مصر وأهل مصر أنهم يركزوا على إصلاح الجبهة الداخلية بداية حتى تعم الفائدة على العالم العربي والإسلامي وتكون في هذه اللحظة نصرة للمسجد الأقصى ونصرة للقضية الفلسطينية طيب أعود مع فضيلة الشيخ عاطف حضرك كنت بتتكلم عن فلسطين في السنة وكنت عايد حضرك عايز على بعض الاتصالات التي وردت إلينا في الفقرة الأولى بس استكمالا لما ذكرناه من الفضائق التي وردت على لسان النبي عليه الصلاة والسلام في شأن المسجد الأقصى من كونه ثالث وثلاثة والقبلتين مصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك وكذلك قوله نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه دعا ربه بعد أن بان البيت المقدس دعا الله ثلاثا دعاه حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لأحد من بعده وأن لا يأتي أحد للبيت لا يريد إلا الصلاة إلا خرجا من ذنوبه كيوم ولدته أم فهذه كلها فضائل تدل على فضل ومكانة هذه البقعة المباركة وأن لها من القداسة ما المسجد الحرام والمسجد النبوي سواء بسواء كذلك لفت نظري في تعليقات أو اتصالات الإخوة الأكارم الأخت اللي اتصلت ابتداء وقالت أن ربط القضية بالإسلام وأنها مسألة عقضية وكذلك الأخ يعني بقول أنصح الشباب بسلاس بتقوى الله والعمل في بناء الدولة ومعاملة الجر المسلمين ده كلام أولا يدل على أن المجتمع واعي مدرك حامل القضية بفكر ووعي وده أمر ينبغي أن يشاد به وأن يفعل أكتر وإن كنا بفضل الله تعالى أزحنا الظلم عن رقابنا فينبغي أن نعلم أن الشعب المصري أو الشعوب العربي عموما عليها دور أكبر يعني المرحلة القادمة تحتاج دور أكبر مما مضى يعني على سبيل المثال مثلا في أوروبا الموظف الأوروبي بيصف في العمل وده إحصائيات من سبع ساعات ونص إلى ثمانية إلى ربع للأسف الإحصائيات العربية بتقول أن الموظف العربي من نص ساعة لأقل من ساعة فما ينفعش الكلام ده بعد كده المفروض المسلم وديننا يحسنا على الإتقان والعمل والسعي وقل اعملوا فسار الله وعملكم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عن أطقنا إلا غير ذلك من هذه الحديث كذلك قضية الشباب ووعيهم وفكرهم في علم الجغرافيا الهرم السكاني دائما بيئسوا تقدموا الأمم وقوتها وقدرتها على العمل بالقاعدة العريضة فيها يعني على سبيل المثال الصين بتواجه أكبر مشكلة في حياتها إن الهرم السكاني القاعدة الكبيرة عندها الشيوخ عندها الأطفال والشباب يكاد تكون النسبة منعدمة الأمم العربية مصر على وجه التحديد الهرم السكاني فيها النسبة الغالبية العزمة فيها شباب فدي أمر مهم جدا لابد أن يفعل وإن الشعب يشتغل وإن الشباب يتجه اتجاه صحيح كلام أخونا خالد مشعل مسألة بناء مصر أولا وإن أهميتها وإن بناء الدولة من الداخل وترتيب الأولويات مسألة بقى الحروب البديلة يعني مش دايما الحرب في ساحة المعارك هي التي تكون فيصل هناك الآن حروب اقتصادية حروب سياسية التكتل القوى يعني غير مسألة القتال في ساحة المعارك في قتال بصور أخرى أن تكون الأمة قوية لديها من السواعد تستغني بمقدراتها لديها كتف أزاتي في الزراعة في الصناعة هذه أشياء كلها لها تأثير إيجابي على القضية ونستطيع من خلالها أن نضغط وبقوة على أعدائنا أنه يردخوا لنا يعني أنا أذكر دايما أذكر قصيدة للأحمد محرم سنة 42 لما فكرة إنشاء الجمعة العربية فكتب كلمات يعني أنا أذكر بها شباب الأمة اليوم حتى يرتبطوا بالماضي والحاضر كلمات تدل على الأمل البسامي المرغ من أمة الإسلام يعني قال رحمه الله أمم العروبة جاء يومك فعملي وإلى مكانك فانهضي وتقدمي لك في فم الأحداث دعوة صارخ ينفي القرار عن الشعوب النوم فرع المضاجع وانفضي عنك الكرة وخذ السبيل إلى المقام الأعظم ضم القوى وتجمعي في وحدة عربية تحمي اللواء وتحتمي هذا زمان ليس يفهم أهله إلا حديث النار أو لغة الدم كثرت لغات العالمين وهذه أوفى بيانا في اللسان وفي الفم والعدل أكثر ما يكون حديثه أنشودة الجان ودعوى المجرم أمم العروبة جد جدك فانظمي من عقدك المنسور ما لم ينظمي لك أن تسودي تحت رايتك التي خفقت لها الدنيا فسودي واسلمي فنسأل الله أن يرد الأمة وأن يوصرنا بقضيانا وأن يوحد شملنا ويجمع وحدتنا إنه على كل شيء قدر أمين يا رب الله أمين يعني أيضا فضيلة الشيخ أحمد ونحن نتكلم عن فلسطين في السنة ونربط القضية الفلسطينية بواقعنا المعاصر ونربط القضية الفلسطينية وألام وأمال القضية الفلسطينية والفلسطين أيضا بالتركيز على بعض المشاكل الموجودة عندنا هنا في مصر لأن نحن زي ما بنركز ونقول بأن مصر هي القلب النابض للأمة الإسلامية المصر هي القلب النابض للأمة العربية فإذا صلحت مصر بالتأكيد سيصل حال الدول العربية والإسلامية على وجه العموم وبالتأكيد في البداية القضية الفلسطينية فنتكلم ونقول عن القضية الفلسطينية أيضا نذكر لأن احنا بنركز الآن حينما نتكلم عن فلسطين في القرآن ونتكلم عن فلسطين في السنة ونتكلم عن فلسطين في التاريخ وأشياء أخرى وإيه الواجبات وإيه أسباب النجبة التي ألمت بنا وحلت بنا احنا بنقول الآن ونعطي الرسالة ونخاطب الشباب ونخاطب الأباء ونخاطب الأمهات ونخاطب الشباب ونخاطب الفتيات بأن القضية الأساسية الأولى عندنا هي قضية فلسطين بسم الله والحمد لله والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم قضية فلسطين مش معنى أننا بقول أنا مع الزحف بس مش دلوقت أننا بحارب القضية أو أننا ضغوية ضد القضية أبدا ولكن أنا بقول أن عقدتي لا تتم إلا بإيماني بهذه القضية قضية فلسطين أو بيت المغدس المسألة مش مسألة أهل فلسطين لا كل ما يحدث الآن فيه إثم مترتب على كل إنسان أنصر هذه القضية بمئة الله عز وجل من قوة اللي باخل بمال أو باخل بمجهود أو حتى باخل بدعوة ده إنسان يأثم عند الله سبحانه وتعالى أنه لم ينصر قضية حتى بقلبه يعني عايز قبل ما تكلم على موضوع إزاي النبي صلى الله عليه وسلم رابط لنا على القرآن رابط لنا أن المسألة مسألة عقيدة ودين تفضل مع الإنسان إلى أن يموت عايز أقول ابتداء مسألة مهمة جدا قالوا هي النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا معنى مهم النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج هو الصحابة في غزو التبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن في مجموعة من الناس كانت في المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم ما سبتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم شاركوكم والأجر حبساهم العزر الناس دي يعني شالت من على كتافها إثم أن هي تخلفت عن الغزو رغم أن هي معذورة بالنية الصادقة من جواها أن هي عايزة تنصر الدين حتى ولو كانت بالنية ولما كان عندها النية الصادقة ربنا سبحانه وتعالى عطالها أجر كامل لو رحنا للدين لو رحنا للقرآن كمصدر أساسي عندنا للتشريع هناك دايما ربنا سبحانه وتعالى بيربط القضية دي قضية الأقصى وقضية فلسطين وقضية الشام بأهم قضية المسلمين تعالى بس نشوف كده في قول الله سبحانه وتعالى والتيني والزيتون وطور السينين وهذا البلد الأمين ده ربط بين ثلاث أماكن والتيني والزيتون بيت المقدس وطور السينين مصر المكان الذي تكلم فيه ربنا تبارك تعالى مع موس عليه الصلاة والسلام وهذا البلد الأمين مكة قادر ربط بين الأصول العامة للمسلمين لو رجعنا الأول سورة الإسراء هنجد ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام ده ديني المسجد الحرام ده أعظم بقى على وجه الأرض إلى المسجد الأقصى علشان يكون فيه ربط دائم بين هذا الأمر نبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مثلا لا تشد الرحال إلى ثلاثة بقاع أو إلى ثلاثة مواطن مسجد حرام المسجد النبوي ومسجد الأقصى قادر ربط دائماً من الأصول العامة للمسلمين المسجد الحرام ده أهم البقاع وأحب البقاع وطالما هي أحب البقاع إلى الله يبقى ديني يقول لي أنت تحب لن ربنا يحبه طب ربنا يحب البيت الحرام بيحب المكان ده أنا أحبه والمسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم قادر ربط دائماً تجد المعنى ده موجود جداً في القرآن موجود جداً في السنة تجد تبصَ الإسراء والمعراج ده أصلا من أصول العقيدة بتدرس في كتب الاعتقاد مسألة الإسراء والعراج ونؤمن أنها حق ده كان للمسجد الأقصى عشان كل شوية يذكر ربنا تبارك وتعالى يقول ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق مبوأ صدق ده أرض المقدس الشام ربنا سبحانه وتعالى يقول وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين كان أبو هرأي رضي الله عنه بالفهم العالي بتاعه يقول إلزموا هذا المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى مبوأ صدق لبني إسرائيل ورب تؤمن مريم وابنها يعني سبحان الله معاني مهمة جدا وييجي النبي صلى الله عليه وسلم يفضل يأكدنا على المعاني دي أهم معنى أنا لا يصح أبدا إيماني إلا بوجود الأصل النبي ذكر في حديث جبريل وأن أمنا باليوم الآخر ما الإيمان قال أن تؤمن بالله ولائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من اليوم الآخر ده أهم مرحلة مرحلة الحشر هتبقى من هناك من أرض الشام أرض المحشر والمنشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بلاد الشام ده أصل مهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول مررت ليلة أسر يبي على عمود من نور تحمله الملائكة كأنه اللؤلؤ فقلت للملائكة ما هذا قالوا هذا عمود الإسلام العز بن عبد السلام رحمه الله بيقول عمود الإسلام هو الدين فقلت للملائكة إلى أين تذهبون بهذا العمود قالوا أمرنا أن نضعه بالشام فأصل الإيمان موجود في هذه الأرض النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا يا طوبى للشام يا طوبى للشام يا طوبى للشام فقلنا وبما ذاك يا رسول الله قال تلك الملائكة وباصة أجنحتها على الشام أهل العلم يقولوا ده دي يعني الأمر ده مش موجود ألا في مكانين المدينة والشام كما قال النساء في شأن المدينة موجود في الشام ده كله عشان نبي يربط لنا هذا الأمر بهذه البقعة المباركة النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا عليكم بالشام عليكم بالشام فإنها صفوة الله في بلاده يسكنها خيرته من خلقه وفي رواية صحيحة رواها أبو دودة وأحمد يقول الله تبارك وتعالى لأرض الشام يا شام أنت صفوتي من بلادي أنت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي النبي صلى الله عليه وسلم لم يقول لنا بص أصمه لهم الحديث ده بالنسبة لي يعني يقول لك الشام دي قضيطنا النبي يقول عقر دار الإسلام في الشام عقر دار الإسلام في الشام يبقى ده معنى إيه معنى أن الناس تنسى القضية معنى أن الناس تنسى قضية فلسطين معنى أن الناس تنسى المسج الأقصى معنى أن الناس ما تحذرش من المخاطر المحيطة بالمسج الأقصى ده عقر داري جميل عقل ده الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كما فتش أحمد ولكن يعني عليكم بالشام وأنا أقول علينا بالبناء وعلينا بالعمل وعلينا بالمصلحة وعلينا بإعادة البناء مرة أخرى من أجل النهوض بالبلد سواء بمصر أو بفلسطين كانت من قبل كنا نتكلم حينما كنا نتكلم عن القضية الفلسطينية الكل كان يتكلم ويقول أن في مشكلة هناك خلاب بين حماس وبين فاتح ولكن يصل الله تبارك وتعالى إلى المصالحة التي أجريت هنا على أرض مصر بين فاتح وحماس وأنا أقول بإذن الله تبارك وتعالى وأبشر بإذن الله تبارك وتعالى وكل ثقة في الله سبحانه وتعالى ثم في شباب مصر ثم في شباب الأمة بأن الزحف وبأن نصرة فلسطين ستنطلق من هنا أيضا من مصر بإذن الله تبارك وتعالى ولكن أستأذنكم تعالوا مع بعض نشوف ونحن نتكلم هما كان عندهم مشاكل في فلسطين كانت هناك خلافات موجودة في فلسطين كان هناك تفرق بينهم كان لما فيش تواصل ولا فيه تشارك ولا فيه تعاون بينهم كان هناك حروب كان هناك مشاحنات حتى وصل الأمر إلى كثير من المسلمين إلى حالة فتور لأنني أقول لك إحنا هننصرهم إزاي وهم فيه اختلاف وهم فيه شكاك فيصل الله تبارك وتعالى المصالحة بين فتحي وبين حماس على أرض مصر فتعالوا وبعدنا تذكر ماذا تم في هذه المصالحة أنت العنوان وحلى الأوطان في نظاري حبك مطبوع فيني ومزرور من صغاري وما عدا بالإمكان تقبل استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وما عدا مقبولا أن تواصل إسرائيل التصرف كدولة فوق القانون ترفض الالتزام بالشرعية والقرارات الدولية وأود هنا أن أؤكد موقفنا الثابت بأن العودة إلى المفاوضات تتطلب الالتزام بالمرجعيات المحددة الدولية المعروفة ووقف الاستيطام لا بد أن ينتهي هذا الاحتلال الاستيطام لا بد لشعب الفلسطيني أن ينال حريته وحقوقه لا بد لدولة فلسطين أن تولد هذا العاد السيدات والسادة مرة أخرى أود أن أتقدم باسم الشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية بوافر وعميق الشكر والامتنان إلى مصر التي لو لا الجهود المخلصة والمتصلة التي بذلتها على مدى السنوات الماضية ما كان بالإمكان الوصول إلى هذه اللحظة إن الشعب الفلسطيني لن ينسى هذا الدور أبدا وأود أن أشكر جميع الدول الشقيقة والصديقة وجامعة الدول العربية وعلى رأسها الأخ الأمين العام ومنظمة المؤتمر الإسلام وجميع من أسهم في العمل لتضييق شقة الخلاف وتحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وفي الختام وأتوجه بالتحية إلى أبناء شعبنا العظيم في الوطن والشتات أود التقدم بتحية خاصة إلى أبناء شعبنا في غزة الحبيبة غزة التي تعيش منذ سنوات تحت الحصار غزة التي تتعرض باستمرار للاعتداءات الإسرائيلية والتي تعرضت للحرب الإسرائيلية الوحشية غزة الشهداء والصمو غزة التي تحتاج لجهودنا للبدء بإعادة إعمارها فورا غزة نادينا جميعا أولا الحمد لله الذي أكرمنا بالوصول إلى هذه اللحظة في المصالحة الوطنية لا أقول بين فتح وحماس فحسب بل بين جميع قوانا نحن الفلسطينيين لنفتح صفحة جديدة لقد قدمنا إلى هنا وبذلنا كل جهد لنصل إلى هذه اللحظة من أجل الله وقياما منا بالواجب والمسؤولية ومن أجل شعبنا العظيم في الضفة وغزة والثماني وأربعين والشتات ومن أجل أرواح شهدائنا العظام الذين استشهدوا من أجل تحرير فلسطين ومن أجل أرواح أسران البواسل الذين سنواصل سعينا من أجل الإفراج عنهم قريبا إن شاء الله من أجل جماهير الأمة العربية والإسلامية التي ما زالت تعتبر فلسطين في قلبها وقضيتها المركزية من أجل شعوبنا الثائرة وعلى رأس الشعب المصري العظيم الذي كانت فلسطين حاضرة في ثورته وبين جماهيره وفي ميادين تحريره من أجل كل هؤلاء ومن أجل أن تعود اللحمة بين الدم الفلسطيني الواحد أن يظل الفتحاوي والحمساوي إخوة على طريق النضال لانتزاع حقوقهم فالدم ما بصير مية من أجل كل ذلك أتينا إلى لحظة المصالحة نريد أن نتفرغ ونحن مصطفون معا من أجل تحقيق الهدف الوطني المشترك الذي تقاطعت عليه برامجنا السياسية وهو أن نقيم دولة فلسطينية حرة ذات سيادة كاملة على أرض الضفة والقطاع عاصمتها القدس بدون أي مستوطن وبدون تنازل عن شبر واحد وبدون التنازل عن حقنا في العودة فهذه هي الرسالة التي نؤكدها في هذه المناسبة أختم حديثي أختم حديثي أيها الإخوة والأخوات بأن نشكر القيادة المصرية أن نشكرهم على ما قدموه لنا وأن نشكر معهم كل من ساهم في الوصول إلى هذه اللحظة وإلى هذا الإنجاز من الدول العربية والإسلامية والتي أرى بعض رموزها وممثليها ووزرائها حاضرين هنا شكرا لكل من بذل جهدا في إتمام هذه المصالحة حتى أطمن الأخ أبو مازن نحن مستعدون أن نحتكم إلى الانتخابات في أقرب فرصة لكن نريد أن يتوفر وضع طبيعي على الأرض يعطي فرصا متكافئة لفتح ولحماس ولجميع القوة حتى نذهب إلى صناديق الاقتراع لنحتكم إلى الديمقراطية وسنقبل نتائج الانتخابات أيا كانت تلك النتائج نحن لا نخشى من الاحتكام لصناديق الاقتراع وللشعب الفلسطيني ولذلك أقول بعد أن ينفض هذا السامر على خير وتلتقي اللجان مننا ومن فتحه من جميع القوة تعالوا ننجز نصوص المصالحة في كل المجالات وبسرعة وإذا أنجزنا ذلك وتوفر الظروف طبيعية في غزة والضفة نحن جاهزون أن نذهب إلى صناديق الاقتراع وسنبقى إخوة نحن وفتح جميع القوة أيا كانت النتائج السياسية عدونا هي إسرائيل وإسرائيل تحتاج مع الدبلوماسية كثيرا من القوة وكثير من الكي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت العنوان وحلى الأوطان في نظر كلام رائع أعتقد أن هي الرسالة وصلة لكل وعايز أقول لكم خبر هو الكلام المصلحة الفلسطينية ودعوة الزحف إلى فلسطين من أجل نصرة المسجد الأقصى الكلام ده كله مسبب رعب لإسرائيل ولذلك الحاخامات بيقولوا دعا مجموعة من الحاخامات اليهود الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلى تصفية انتبه إلى تصفية ما يسمى بإقامة دولة فلسطينية على غرار تصفية زعيم تنظيم القعدة أسامة بن بلدين ده حسب ما جاء في القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي دكتور محمد يعني ده أعتقد أيضا أنا أقوله بنوكرر أنهما أرادوا إعادة ترتيب البيت وأرادوا إعادة ترتيب وبناء البيت من جديد داخل فلسطين فأنا أقول إحنا أيضا لابد أن يجب علينا أن إحنا نهتم بالبيت الداخلي من أجل نصرة المسجد الأقصى هو حقيقة المشهد اللي تشوفنا ده مشهد مفرح وأكثر ما هو مفرح فيه أنه أول ثمرة دولية ممكن نقول عليها ثمرة دولية في ثمارات داخلية للثورة لكن بداية الثمار الخارجية وبداية عودة بلدنا لدورها الطبيعي إن شاء الله تبارك وتعالى أنا شايف أنها مبشرة زي ما أخواني قالوا أن بداية الفتح يكون من هذا البلد وأذكر قول الشعر إن شاء الله تبارك وتعالى يعني الشعر كان بيقول إحفظوها إن مصر إن تضع ضاع في الدنيا تراث المسلمين وللأسف مصر كانت في فترة ما ضائعة لكن بفضلها عز وجل هي بتعود أو هي عادة إن شاء الله تبارك وتعالى لكن أنا عايز أقول إن البداية اللي شفناها النهاردة أو النموذج هي طبعا تسجيل هي حصلت من أيام نعم هذه المصالحة دي بداية النصر يعني وأنا مستفشر جدا فيه وأسأل الله عز وجل يديمها عليهم الله عز وجل بعد غزوة أحد بعد غزوة بدر معذرة أنزل آيات أنزل صورة الأنفال كانت أول كلمة فيها يا أسوة ملهم قال الله عز وجل نسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم كان بداية التوجيه للأمة عشان تحافظ على النصر بعد هذا الفتح الذي كان من الله عز وجل يوم بدر إن إحنا نعمل إيه اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم إصلاح ذات البين وفي نفس السورة سورة الأنفال كرر الله عز وجل هذا المعنى مرة أخرى الله عز وجل قال وَألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم وقال الله عز وجل وَلَتَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا هذه الآيات في سورة عجيبة جدا في سورة الأنفال اللي هي بعد نصر كأن الله عز وجل يبين لنا هذا المعنى أن بداية النصر والثبات على هذا النصر يكونوا عن طريق الوحدة وعن طريق عدم التنازع ونبذ الخلاف ولذلك أنا شايف من النموذج اللي احنا شوفنا هذا مفروح أن نرجع تاني كمصريين في هذا الوقت العصيب اسمح ليقول حضرتك أن الواحد يحزن يعني يحزن لما يشوف حالة استقطاب شديدة جدا في مصر يعني بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وحدنا في طيار واحد في يوم من الأيام كان كلنا بنردد كلمة واحدة فقط الشعب يريد شيء واحد اسقاط النظام الفاسد مش عارف ليه يعني أظن أنها أياد خفية بيسموها الفلول بيسموها الثورة المضادة يسموها زي ما يسموها لكن احنا نصل إلى أن نحن نبقى النهاردة كل واحد بيختلف معايا اختلاف سواء اختلاف سياسي سواء اختلاف ايديولوجي سواء اختلاف فكري يتحول لعدو يتحول بلدنا اللي كانت متوحدة والحمد لله عز وجل بهذه الوحدة اللي كانت كل الاتجاهات كل الاتجاهات تقريبا يعني يمكن بعض الأفراد كانوا برا لكن الجميع كانوا تحت مظلة واحدة وكان الملهم لهم في الوقت ده أو الإحساس اللي بيجمعهم القلب النابط كان في ملان التحرير على معنى واحد نحن نزيل الظلم ونزيل الفساد فجأة التفتنا لبعض التفت لفلان آه ده فلان اختلف معايا في قضية واختر اختيار معين ده فلان علماني ده فلان لبرالي ده فلان كذا ده فلان كذا الكل بيشكك في الكل آه على رأيي بعض الشباب خدمة صنفني شكرا زي اتفاعلي شكرا وكلمني شكرا صنفني شكرا يعني أي ما أول ما أقول كلم كان أنا دلوقتي فيه ناس مستنية تصنفني أنا بقول الكلمات دي آه ده الدكتور محمد بيقول يعني ما نقولش على علمانيين علمانيين لا اللي والله أعلن وجهر بعقيدة فسدة لازم نحن نرد عليه ونعلمه لكن مش هينفع أبدا نفضل في حالة الاستقطاب دي مش هينفع نفضل في حالة التفرق دي يعني يا ريت احنا استضفنا أخواننا الفلسطينيين عشان نصدحهم على بعض وفي الآخر احنا نتخانق في الآخر آه احنا لازم نقول فلان كذا ولازم نطلع غلط ده وتلاقي حملة إعلامية شرسة على الوحوش الكاسرة السلفيين لازم كله يحذر منهم ولازم كله يقول على فعلهم رعب رعب كان فيه فترة مفاتت كان فيه فزاعة اسمها الإخوان دلوقتي فيه فزاعة اسمها السلفيين بل حد من الشباب كتب تعليق ده ما تلوش فزاعة ده طلعوا هم الفزاعة نفسه كان احنا أصبحنا فزاعة بالنسبة للناس وعلى العكس ده أي شيء الآن بينسب للسلفيين ده أنا عايز أقول حاجة بسيطة يعني احنا هنفجأ بقى أساسا احنا دلوقتي كان هدم الأدراح يقول لك السلفيين هدم مقابر يقول لك السلفيين أي مشكلة السلفيين الأمر دخل دلوقتي في كرة القدب يعني أنا قرأت أو اللهي أنا قرأت مدير غزل المحلة غزل المحلة بقدم السلفيين بسبب السلفيين هم اللي أكبرونا على كتب حضرك علفة أستاذ مدهم أنه هو انبارح اتصل الاتصال وعمل مدخلة وبين كذب الصحيفة اللي قالت الكلام ده قالها بالنص كده قالها هذه صحيفة كذبت عليه الصحيفة لي أنا ما قلتش كده والسلفيين من همش أي علاقة أنا استقلت من نادي إعلاقة استقالة نادي بالسلفيين ما هذا يقول حضرتك أحيانا بيفضل الكذب يعني يستمر لغاية ما أحيانا أصحابه بيصدقه وده اللي بيحاولوا يعملوا دلوقتي بعض الناس مع أنهم مش فاهمين أنهم كده فعلا بيهدموا بلدنا يعني السلفيين دول يعني جايين من من أفغانستان من إيران زي ما بيقولوا احنا مصريين يعني أنا راجل بأعتقد عقيدة السلف بحب السلف طيب أنت ما بتحبهمش أندي مشكلتك أنا مصري وردنا أنا عايزة أقول لدي حضرتك الشيخ محمد حسان سؤل في حوار صحفي أمس يعني فهو بيقولوا أنت كنتوا فيين أنتوا طلعتوا مرة واحدة فبيقولوا أنتوا اللي كنتوا فيين أنتوا بتسألون إحنا موجودين بأننا تلاتين واربعين وخمسين سنة موجودين ومشاء الله رب العالمين موجودين في الشهر فأنتوا اللي مش موجودين أنتوا اللي كنتوا مغيبين لكن أنا عايزة أقول إحنا مش عايزين نقول أنتوا يعني أنا ضد جدا دلوقتي الفترة دي كلمة أنتوا إحنا عايزين يعني ننسى شوية مسمياتنا يعني عجبني جدا أحد هو دلوقتي أصبح من المسؤولين هو كان مجرد أن هو أستاذ جامعي ومفكر اللي هو الدكتور معتز بالله عبد الفتاح رجل محترم جدا مستشار سياسي رائع دلوقتي أصبح مستشار سياسي بتاع الدكتور مستشار دكتور أصام شرف للشؤون السياسية قال كلمة جيدة جدا قال لماذا نتفرق قبل أن نتحد يعني الأول إحنا نتحد على مبدأ معين الأول نبني بلدنا نتحد على مبادئ البناء على مبادئ التأصيل ثم بعد ذلك ممكن بقى تيجي الخلافات الفكرية أستاذ منها ممكن يختلف معاك وتختلف معايا بس في إطار في إطار أن إحنا الأول عدم أساسات إنما إحنا دلوقتي إحنا لسه مفيش حاجة إحنا لسه عندنا أزمة اقتصادية وأزمة اجتماعية وأزمة فتنة طائفية وأزمة 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 أنا مش عايز أزود الأزمات لأن إن شاء الله كلها هتتحل بس عمرها ما تتحل طول ما إحنا بنتخانق عمرها ما تتحل طول ما إحنا متفرقين يبقى نقتضي بالفيديو أنا كنت أتكلم عن نقطة تانية لكن الفيديو بصراحة لفت نظري أو التقرير اللي حصل ده إن إحنا يعني عيب قوي عيب قوي لو بييجي المصالحة عندنا ومجهود جيد جدا من وزورة الخارجية والإنسان يعني بما يشوف الحاجات دي بيحزن شوية كده وبيدعو ربنا أن ربنا يبدلنا وحد بدأ الدكتور دميل العربي إن شاء الله يكون خير برضه لكن وهو ربنا ينفع به برضه في المكان وهو فيه لكن مجهود رائع في خلال شهرين يبرز واسمح لي أقول كده وهختم يبرز قد إيه كان فيه ضعف وخوار في الثلاثين سنة يعني في خلال شهرين نعمل الإنجاز ده ونساعد في هذا التقدم الشديد جدا بأعمال أنا شايف إن ده طبيعي يعني ده دور مصر الطبيعي وده دور أي حد هيكتهد ويكون عنده إخلاص إنه يعمل حقا كويسة نعم ويبقى لنا ثلاثين سنة عمالين مش عارفين نعمل كده سبحان الله ما بالك لو استمرنا بقى في الشغل ما بالك لو كنا بعد أنا كده ننبض خلافاتنا شوية ونبني على الأقل أسس إطار وبعد كده سينا نختلف زي محمد عزيزي هو بس إسقاط كل الرايات ورافع راية واحد ده كل حاجة هتتحل إن شاء الله راية الدناء دلوقتي إن شاء الله ربنا يكرمك نستقبل الاتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله أم إسراء أهلا بيك أهلا أستاذ مؤلاء مهلا اتفضل يا فاند أهلا بارك الله فيكم ربنا يكرمك ربنا يا رب يشفص دور قوم المؤمنين بالصلح بين الإخوة المسلمين يا رب أمين كل مكان أمين يا رب ووحد كلماتنا يا رب ويصلح ذات بيننا دي هي أم حاجة في المرحلة اللي احنا فيها دي والقادمة إن شاء الله نعم وإننا نبين الصورة الجميلة للإسلام الصورة يعني الإسلام هو الخلق وهو كله سبحان الله يعني شيء جميل في الحياة نعم وهو اللي بيهد الأمور هو اللي بيعايش الناس في سعادة يعني سبحان الله الهاجمل على السلفين دي سبحان الله عسى ان تكرهوا شيئا انه خير لكم ده بيبين ان السلفين ما كانوا الساكتين بدليل ما شاء الله عودت كثير من الناس إلى الله سبحانه وتعالى وأنهم بيتمسكوه حاليا يعني بالأخلاق الحميدة لإسلام وشبابنا اللي عايز يروح إلى إلى فلسطين أو إلى الزحف ياريز بدل كده يعني يعني يعود مثلا على مواقع النكت دي ويبينوا الصلحة هي الإسلام ويكشفوا عدوهم عدوهم الأصل الصهوين المحتل يعني مش هنقول اللي هما اللي هما المسلمين خلاف المحاربين نعم ينحفوهم على مستوى العالم أي وأنهم اللي سبب الفساد يعني مش قول في الأرض كلها واخد بالحضرتك تمام ربنا يكرمك ربنا يكرمك شكرا جزيلا أستاذ محمود أستاذ محمود السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيفك سوز ملهم أهلا بحضرتك برحب بك والإخوة العلماء الموجودين عندك بارك الله فيك فضل زاد فضلك سيدي أنا طبعا مع الإخوة المصريين أنا مصري مقيم بالأردن حاليا ربنا يكرمك ويعزك ويسعيدك الله يبارك فيك مع الإخوة العلماء والإخوة المصريين في الزحف بس الوقت مش وقته هلأ 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 احنا بدنا نصلح ذات البين ونبني بلدنا بالأول بالدرجة الأولى هاي وبطلب طبعا من الإخوة العلماء الموجودين عندك طبعا أنهم ينظموا أمسيات دينية حلقات دينية في كل المساجد على مستوى الجمهورية نعم يفعلونا ذلك هاي يوعى الشباب بالرجوع إلى الله وكل إنسان يقوم بميره في عمله في سبيل بناء الدولة ويطعام أسرته الأكل الحلال تماما أنا متغرب وغيري متغرب هذا كل اللي جاعد في الشارع ويعمل لمظاهرات ويمسك في أخوه ويمسك في ابن عام ويمسك في جريب ويمسك في الثاني والثالث من أين يأكل من أين يأكل أولاده هذا السؤال اللي بأسأله صحيح بأسأله باقي لأولاده منين وهو يأمة حرامي يأمة مدسوس من أي دولة تانية نعم هيصرف منين ما أنت مصري وأنا مصري أنا موظف وأنت موظف اي ابتق لي منين طالما ما تديش عمل لو وظيفتك ابتتقادر على أي أساس طيب بأطلب من الشيوخ لأنهم ينبههم ويوعهم للرجوع إلى الله ويتقوا الله في الوطن اللي هم عايشين على الأرض ربنا يكرمك ربنا يبرك فيك ويعزك يا رب وجهة نظر ربنا يكرمك شكرا جزيلا الأختي نهلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيك أستاذ ملهم وبرك الله في ضيوفنا بارك الله فيك اتفضلي اللي أسمحة يا أستاذ ملهم بداية أقول إن فلسطين جزء مجزء من الإسلام كي خلال بها يوجد المسجد الأقصى أولى الكبلتين وثاني المساجد ومطلّى أنبياء الله لذلك كان لزاما علينا أن نتحرك ونسعى جاهدين لتحريرها وتطهيرها من أيدي أعداء الله لكن ينبغي أن يكون هذا بحكمة فليس من الحكمة أن نذهب لنحرر فلسطين ونطهرها من أيدي أعداء الله ونحن في مرحلة نبني فيها مصر ونطهرها من الظلم والظالمين ونضمد جروح المجروحين من الذين فقدوا أبناءهم في ثورة يناير نحن لا نريد أن نجرح قلوبا أخرى إننا نحب فلسطين لكن خطوة محسوبة خير من ألف خطوة غير محسوبة فمكة كانت أحب بلاد الله إلى رسول الله ثم أخرج منها إلى المدينة وقويت شوكة الإسلام وكثر عدد المسلمين هناك وأصبح نصيروه كثر لكنه لن يرجع لمكة فاتحا إلا في السامنة من الهجرة ألتك لنا دروس وعبر من هذا الفك وجزاكم الله خيرا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا فضلت الشيخ عاطف طب نأخذ الأخ أحمد أستاذ أحمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف حلقة صدو الله الحمد لله أهلا بيك تفضل وسلمني على الأخوة لي معك بارك الله وفيك أنا أحمد من مصر أنا أردن الأردن بس أعد في مصر أنا أعد في أردن أهلا بيك وأنا أحكي للشباب في مصر ياريتهم يظهروا شوية حتى تفك الأزمة في مصر هاي أي ياريت تقوله بكده يا شيخ تحكينهم أنت برضو من عندك اللي بتقوله ماريتهم يظهروا شوية الأزمة في مصر هاي أي إن شاء الله بإذن الله ربنا يصد كل عسير إن شاء الله ويرد تحكي الفلسطين هنا برضو في الأردن والله الواحد بيشتغل معهم هنا ويعني الواحد بيشتغل معهم بالمصار ويعني بيأخلونا بالمصار هنا يريد حتى ترسل برضو من عندك الفلسطينينا في الأرد والله وقلينا في نصرين طيب حاضر طبعا التعميم طيب شكرا جزيلا فضلت الشيخ عاطف احنا محتاجين ونحن نتكلم الآن عن يعني ربط القضية الفلسطينية بواقعنا الآن بواقع مصر والأزمات اللي موجودة وإسأل الله تبارك وتعالى أن يؤسر كل عسير رب وأن يفرج القرب اللهم أمين نريد أيضا وإحنا بنتكلم الآن وإحنا بقول لحضرتك ونقول لكل مشاهدين إحنا بنخاطب الكل على مستوى العالم فمحتاجين نعرف القضية الفلسطينية وفلسطين من خلال التاريخ عشان نتعلم وعشان نفهم هو بس لو تسمح لي قبل ما نخش على التاريخ وده من حق الشباب لسيما الصغار في السن يعني أن يعرفوا تاريخ هذه الأرض المقدسة لسيما التاريخ المعاصر يعني عقيب بسقوط الخلافة العثمانية مباشرة الكلام اللي أخوة الدكتور محمد أعرج عليه على الخطاب المصالحة بين فتحي وحماس يعني يعني ربنا يبرك فيه أحرى بنا أن نفعل هذا يعني أنا دايما بقول كلمة بسيطة لنفترض مصر دي سفينة وكلنا على اختلاف أشكالنا وألواننا واتجاهاتنا وثقافتنا وميولنا الفكرية والدينية والعقدية والأودوريجية وكل دا ركبين في السفينة لا يستطيع السلفيين أن يقولوا أن دي سفينة نحن واللي مش فيها يترمى في البحر ولا يستطيع العلمانيين ولا الليبراليين ولا ولا إنما كلنا مشتركين فيها كل واحد فينا لحيز ومساحة وكل واحد فينا لحق طيب أليس الأولى بنا جميعا أن نتكاتف على النهوض بأن تصل هذه السفينة إلى شاطئ الأمان وبعدين كل واحد فينا يعرض فكره من غير ما يصدم على الآخر يعني من غير ما يحصل فيه الصراعات الموجودة دي يعني أنت عايز تلغين ليه معنى إنسان موجود ليه كيان وأنا عايز ألغي غير ليه عرض الفكر يعني إذا كان ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نجادل من لا يدين بديننا بالله تهي أحسن ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فمن ما بأولى أن أجادل أخي الذي يشترك معي في عقيدة في وطن بالتي هي أحسن ما بأولى هذا مهم جدا مسألة بقى أن البلد بايزا والدنيا واعوى هذه اللغة التشاؤمية لا يحبها الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم وغيره إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم وفي ضبط فهو أهلكهم يعني هو أول واحد هلك أو هو الذي تسبب في هلاك الناس فلسلم نعرف التشاؤم يعني مصر وغيرها من بلاد الإسلام مرت بمحن أشد من هذه ومع ذلك نهضت نهضت بالهمم والعزائم والاستنفار والعمل والسعي فكل ده مطلوب من الأمة للنهاردة يعني ده مش نهية العالم إن إحنا عملنا صورة وعندنا اقتصاد إنهز وعندنا لا إن شاء الله سننهض وسنقوم لكن يكون فيه عزائم وهمم قائمة قادرة إنها تتدارك الفضاء ننهض بالعمل ننهض بالبناء مش بالكلام فإذا كنا نسعى إلى يقول لمصر دور رائد فكذلك لابد أن نكون من داخلنا كذلك بيننا لحمة واحدة وحدة واحدة مصالح مشتركة يعني الغرب على بعد ما بينه من خلافات استطاع أن يعمل وحدة متوحدة يعني نشوف مثلا الاتحاد الأوروبي اختلاف عقائد وشعوب وعدات وتقاليد ومع ذلك اتحاد الأوروبي عملة موحدة حدود مفتوحة كل ده ليه عشان فيه مصالح مشتركة أعظم من الخلافات القائمة التي بينه فنسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين مسألة التاريخ يعني أخوة الشيخ أحمد نبف أولي الكلام إلى تصريح مشيديان على حديث يا مسلم يا عبد الله يعني فهم مشيديان هذا القائد اليهودي ما لم يفهمه علماني العرب يعني قال للشاب المسلم أنه فعلا هيجي اليوم اللي هينادي فيه الحجر والشجر على المسلم تعالى ورائي هوريف قتله قائلا إذا قام فيكم شعب يعتز بطراثه ويحترم دينك ويقدر قيمه الحضارية وإذا قام فينا شعب يرفض طراثه ويتنكر لتاريخه عندها تقوم لكم قائمة وينتهي حكم إسرائيل فهم يعلمون هذا جيدا إذن هو ربط القضية بالعقيدة هم يتحركون من أجل عقيدة فمن المفترض أن المسألة عندنا ترتبط بعقيدة ده مش مغرد طراب وإنما لكونه طراب الأمة وتراث الأمة ومقدراتها ومقدستها فلابد أن يرتبط الناس بالعقيدة هي التي تحرك لكن إبعاد العقيدة عن ساحة المعارك فهي قضية خسر وأوضح مثال من يوم أن سقطت الخلافة العثمانية حتى يومنا هذا لم نحقق إنجاز لأننا خرجنا العقيدة من دفة الحوار بخلاف خصمنا يتحرك من عقيدته هي التي تحركه إمتى يتقدم إمتى يحجم إمتى يقول إمتى لا يقول وهكذا فمن حق الشعب لا سيما شد أن يعرف تاريخ القضية الفلسطينية إمتى سقطت فلسطين في أيدي اليهود يعني سنة 1881 الحكومة العثمانية أعلنت أعلنت الإفن لليهود الأجانب في استطان جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية باستثناء فلسطين سنة 1882 الحكومة العثمانية سمحت للحقيق ورجال الأعمال اليهود بزارة فلسطين من غير استطان فيها سنة 1888 الدول الأوروبية ضغط على الحكومة العثمانية أنها تسمح لليهود الأجانب بالاستقرار في فلسطين شرط أن يكون دعم الفردي مش جماعي حتى ما تبقى شجرة جماعية سنة 1892 الحكومة العثمانية تمنع تمنع بيع أراضي الدولة لليهود الأجانب في فلسطين سنة 93 1893 الدول الأوروبية ضغط على الحكومة العثمانية أنها تسمح لليهود المقيمين بصورة قانونية في فلسطين بشراء أضي شرط أن لا يقيموا أي مستعمرة إقامات جماعية سنة 1896 صدر كتاب الدولة اليهودية للزعيم المشهور جدا تيودير هيرتزل يدعو في الدولة يهودية في الأرجلتين أو فلسطين سنة 1896 السلطان عبد حميد وده كلام هيرتزل في مذكراته وأنا أتمنى أن الشباب يحفظوا كلمة دي هيرتزل هو اللي بيقول أن سلطان عبد الحميد رحمه الله قال له كده لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض كلام دي على فلسطين لما عرضوا أن يشتروها مقرب مليون وصلوا لخمسة مليون سرد الديون كل ده للدولة العثمانية بشرط أن تبيع لها فلسطين فقال عبد الحميد رحمه الله لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض لأنها ليست ملك يميني الملك شعبي الأمة العربية كلها الإسلامية لقد ناضل شعبي في سبيل هذه الأرض ورواها بدمه تمام سنة 97 انعقد أول مؤتمر في بالبس ويسرا انبثق منه استعمار فلسطين وإنشاء المنظمة اليهودية العالمية 1901 الحكومة العثمانية تسمح لليهود الأجانب تحت ضغط الدول الأوروبية أنها تشتري أراضي فلسطين سنة 1910 الصحفة العربية في بيروت تعلن معرضتها لحملة الصهينة على الأراضي الفلسطينية سنة 16 اتفاق سيكيزبيكو التي ضمت بمقتضاع تخزيم الأراضي الفلسطينية سنة 17 وعد بولفور المشؤوم الشهير الذي وصفه عبد الوهاب الكيالي في كتابه تاريخ فلسطين الحديث قال من أغرب الوثائق الدولية في التاريخ إن منحت بمجابه دولة استعمارية أرضا لا تملكها لجماعة لا تستحقه على حساب من يملكها وهو الشعب العرب الفلسطيني مما أدى إلى اغتصاب وطن وتشريد شعب بكامله على نحو ليس له سابق في تاريخ العالم جميل ثم تتالى الأحداث بعد ذلك هذا التاريخ ينبغي أن يعرفه هذا الشباب وهذه أرضنا كل شبر فيها ملك لكل مسلم وينبغي أن ندافع عنها بكل ما استطاع لكن كما تفضلت وتفضل الإخوة والأكارم في الفلاية المسألة محتاجة ترتيب وأولويات وبناء قوة حتى يكون لنا قدر يعني أنا أستغرب جدا دولة صغيرة كفرنسا لها حق الفيتو والدول العربية بطولها وعرضها من مشرقها لمغربها ومن أقصاها لأقصاها ليس لها القدر على أن تمثل وأن يكون لها حق الفيتو يعني دول عربية تسير في ركاب الدول هذه دول عربية ليست بالقلة الاقتصادية ولا عدد السكان والجغرافية ومع ذلك ليس لها قوة نريد أن تكون لنا قوة سياسية واقتصادية وعسكرية ده بيدفعنا فضل الشيخ يعني من كلام حضرتك أتوجه به للدكتور غريب عن أسباب النجبة يعني إن صح لنا التعبير أن نكون ذلك أهم الأسباب التي أدت بنا إلى أن وصلنا إلى هذا الحال اللي يعني مش عايزون نقول أي وصف ولكن عايزون نقول إن إحنا ودامنا أشياء كثيرة من أجل النهود بالأمة فعنزل نقول أهم الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الحالة ولكن بعد ذلك الاتصال السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بحضرتك أهلا وسهلا أهلا بيك سأقول لفضلت المشايث السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور رمضان والسلام عليكم السلام ورحمة الله أنا أهلا وسهلا كنت أشاهد منذ أيام أحد القنامات إلا بها دكتور يقول إن حسني مبارك وجمال مبارك وسوزان مبارك أغبياء اسماني لا من فضلك لو سمحت يعني أغبياء وراجع تاني قال حسني جمال مبارك وسوزان مبارك أغبياء لأنهم سلمون بلد للسلفيين والإخوان ثم راجع قال تاني قال لك يسلموا بلد مين أو يسلموا بلد أي سلموا الأمريكان هذا كلام يقوله الدكتور من هيطل الدكتور توفق عكاشي يقول هذا الكلام على السلفيين محنا شعزونه الأسماء الله يبرك لك محنا ما نعملش زيهم هذا الرجل هذا الرجل يعني رجل مسلم هل يقول على أخوان المسلمين بهذه الطريقة وشتمهم وشتم على المشاكل الأفاضل ما أنا عايز أقولك حاجة حقولك حاجة يا محمد بس هقولك هدأ نفسك هقولك بس بوحدة وحدة بس وصالع على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو دايماً بيتكلم ويقول ده مهيطل والوزير مهيطل ومعرفش إيه إحنا بيقول برضو عليه مهيطل فالأمور سهلة ورائدة من بعضها وربنا يرزقنا الإخلاص يا رب أنا بشكرك شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً ناخد التصالي أخ السلام عليكم أهلاً وسهلاً السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أزاك بس محمد أخبرك أهلاً بيك اتفضل أهلاً وسهلاً النبي أعلم بس نفسك أقول لك حاجة برضو يعني عذرني أنا من الشيخ بس أنا بتعلم من مشيخنا هم معلمونا لما نجي نحلف نقول بالله فبلاش يقوله والنبي يقول لا إلهي لله ماشي لا إلهي لله اتفضل الله يا كرمه هو بالنسبة لما حضراك قلت كلمة موجزة جداً نعم إثقاط جميع الرياض ورفع رأي ورفع رأي واحد هي دي فعلن الكلمة دي أنا يريد حضراك تبني البرنامج يعني أو برامجة كله على الكلمة دي لأن الكلمة صراحة يعني موجزة شاملة أي دي نمرة واحد نمرة اثنين مع احترام الشديد للإخوة الأصابل العلماء اللي ما هسعد أي أنا نفس حضرتك الشيخ محمد حسان نعم يعني سيدنا العظيم والأستاذ أحمد الطيب الأزهر شيخ الأزهر نعم وحد من الإخوان المرشد يعني بعض الرموز اللي هي كل اللي هزي تسمع لها يبقى على نفس اللي خاد يعني اللي قفقت معنا أو مع الأصابل دول باش يبقى دول أعلام الأمة مكتمين مع بعض أسمعهم يتناقشوا بحيث نعم فعلا تبقى إسقاط جميع الرياض وإظهر يا راح بإذن الله وربنا يبارك فيك شكرا شكرا جزيلا ربنا يكرمك الأخت نور السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا منور والله حضرتك والضيوفك اللي معاك ربنا يبارك في حضرتك تفضلي يا رب على البرامج الجميلة اللي بتقدمهن آمين يا رب تفضلي ربنا يزيدك يا رب توفيقا إن شاء الله وسدادا إن شاء الله بإذن الله ونسأل الله أن يوفق هذه القناة إن شاء الله بإذن الله يا رب الله وسلامي الشيخ محمد حسن وكل العاملين في قناة الرحمة شكرا جزيلا شكرا ربنا يبارك في حضرتك شكرا جزيلا دكتور غريب بنقول الأسباب التي أدت بنا إلى هذه الحال الحمد لله والصلاة والسلام ورسول الله عليه الصلاة والسلام هو حقيقة لا يمكن أبدا أن يتم علاج مريض دون أن نحدد المرض وأن نحدد الداء فوصف العلاج تابع على التشخيص الدقيق للمرض الحقيقة الأمة الإسلامية يعني ما من شك أن هي دلوقتي ليست كالعصور الأولى ما في شك فيه اختلاف كبير جدا يعني لما نيجي ننظر مثلا الأمة الإسلامية في صدرها وقوتها وعنفوانها وسيطرتها وهيمنتها وأن الدنيا كلها دانت لها والآن الوضع مختلف تماما طيب إيه اللي وصلنا إيه الأمراض والأوجاع التي أوصلتنا إلى ذلك إيه المشاكل اللي وصلتنا لكده هناك يعني أبدأ في طرح هذه الأسباب من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث حديث صحيح مشهور جدا لكن محتاجين نسمعه محتاجين نسمعه هو حديث صحيح مشهور وكم ذكرناه في أكثر من لقاءات نعم يقول النبي عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم يوشك يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فقيل أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله فقال لا بل أنتم يومئذ كثير يعني العدد ضخم جدا والعدد كبير جدا ولكنكم غثاء كغثاء السيل يعني لو جنا نبص لحقيقة لقوة حقيقية موجودة مش موجودة بل أنتم على الكثرة ضعفاء بل أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة منكم ده لأنه غثاء فعلا ده يفسر لي غثاء ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم ما فيش الرهبة التي كانت ينام عمر بن الخطاب بدون حراسة وملوك الروم تخشاه الكلام ده كل راح ونسأل الله عز وجل أن يعيد المجد لأمتنا اللهم أمن يا رب العالمين الكلام ده كل إيه السبب إنه عليه الصلاة أعدائكم برضو يفسر أكتر ولا يقذفن في قلوبكم الوهن إحنا عارفين يعني لغة الوهن ده يعني الضعف لكن المعنى الاصطلاحي هنا الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام أي ضعف الضعف في الدين الضعف في الصلة بالله عز وجل الضعف في القلوب والإيمانيات الضعف في المعاني التي بسببها حاز الجيل الأول على هذه القوة وهذه الأيمانة وحكم الدنيا كلها ولا يقذفن في قلوبكم الوهن فقيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكرهية الموت يعني النبي عليه الصلاة والسلام أتى بهذا الدين لتتنزه النفوس والإيمانية وتتهذب الطمائع وتتنفع عن مثل هذا عن حب الدنيا وكرهية الموت لأن حب الدنيا يؤدي إلى كرهية الموت فلو جئنا بيت القصيد حب الدنيا حب الدنيا أدى إلى كرهية الموت كرهية الموت أدت إلى الجبن أدت إلى أن الناس خيفة كل إنسان يريد نفسه الفكر الأممي ما عادش موجود أدت إلى حب الدنيا أدى إلى الفرقة أدى إلى النزاعات أدى إلى الناس تكره بعضها أدى إلى أن الناس تتكلم بعضها أدى لأن كل واحد له أطماع شايف فلند عقبة أو الاتجاهد أو التارضة هيكون عقبة دون بينه وبين أطماعه الخاصة أو ما شابه ذلك فيبدأ بحملة قوية جدا إلى آخر هذا فده واقع النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عنه ولكن أنا برضو عايز أقول يعني نضع الأمل في مقابلة هذا الأمر إن زي ما احنا الروح اللي احنا مسيطرة علينا طول الجلسة إن الواقع ده لن يدوم طويلا بإذن الله عز وجل وإحنا دلوقتي زي ما احنا شايفين في مصر والدنيا كلها بإذن الله سبحانه وتعالى هبت رياحه التغيير وهبت رياحه التمكين لكن التمكين ده مرتبط بأشياء قال الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بشيء يبقى الإيمان والعمل الصالح والصلة بالله عز وجل وتصلي العقيدة والصلة بالله والترفع عن الوهن والترفع عن حب الدنيا حضرتك لما نجي نبص يعني في حادثة تاريخية حصلت مع نبي الله نبي من أنبياء الله قبل الإسلام هو يوشع ابن نون لما قاد الجيش لتحرير بيت المقدس والحديث في صاحب البخاري وأنا يعني تناولت هذا الحديث مرة في حلقة كاملة يوشع ابن نون قاد الجيش لتحرير بيت المقدس فتوقف هو ده حضرتك عشان يبين إزاي الوهن بيؤدي إلى الضعف وبالتالي يذل الأمة كلها إنما لما يكون الوهن ده مش موجود في القلوب اللي هو حب الدنيا لما يكون مش موجود هنا تأتي القوة وهنا يأتي التمكين والنص وهنا لأننا في عالم للأسف لا يحترم إلا منطق القوة حينما تكون قويا هنا ستسود ويكون لك كلام ونسأل الله عز وجل أن يمنحنا القوة والمدد وأن يؤذرنا وأن يعيننا آمين يا رب وقف يوشع ابن نون على رأس جيشي وخلاص يا ناس تعالوا انحرر بيت المقدس الكل آب آموا راح معاه فوقف على رأس الجيش وقال أيها الناس لا يتبعوني رجل من ثلاث وشوف حضرتك الصفة الجامعة بين التلاتة أن كلهم لا يتبعونيش كل دول في قلوبهم الوهن ما ينفعوش لا يصلحوا أبدا مين دول رجل تزوج امرأة يعني كتب عليها ولم يبني بها وهو ينتظر أن يبني بها ورجل اشترى غنمات أو خليفات والخليفات هي العشارة من النوق أو الغنم وهو ينتظر نتاجه اللي مستني واحدة عشان يرجع لها يدخل بها ما ينفعش معنا له لأنه هو دلوقتي قلبه مش كامل لله مش خالص لله عز وجل انت طالع دلوقتي تنصر قضية وقلبك مرتبط بشيء من أشياء الدنيا صعب جدا انت ضعيف انت في سحة المعركة مش تنصر بل هتكون نواة ضعف ورجل اشترى غنمات أو غنمات ينتظر نتاجه ينتظر المال منتظر يرجع إلى هذا السراء وهذا المال وهذه العقارات ورجل بنى بيتا ولم يرفع سقفه وهو ينتظر أن يرفع سقفه فاللي عايز النساء يرجع اللي عايز الأموال يرجع اللي عايز الدور والقصور والفلل وصعبان عليه يرجع من دلوقتي لأن دي قلوب متعلقة بالدنيا فده كلام النبي عليه الصلاة والسلام ده السبب الرئيسي للنكبة التي نعيشها الآن في فلسطين وفي كل حتة في أرض الإسلام أسأل الله تبارك وتعالى أن تتعلق قلوبنا بالله سبحانه وتعالى ولا تتعلق بأحد من المخلوقين علق قلبك بالله ولا تعلقه بالمخلوقين فمن توكل عليه كفاه ومن اعتصم به نجال ومن فوض إليه الأمر هذا قال جل في علاه أليس الله بكفنا عبدالله الوقت يمر بنا سريعا ولكن السؤال المطروح الآن بعدما تكلمنا عن فلسطين وذكرنا بأن فلسطين هي قضية العالم الإسلامي وهي القضية الأساسية والرئيسية للأمة الإسلامية وهي القضية الأولى المحورية دائما لكل مسلم لكل من يعبد الله تبارك وتعالى لكل من يكون لا إله إلا الله محمد رسول الله تكلمنا عن فلسطين من القرآن تكلمنا فلسطين في القرآن وتكلمنا عن فلسطين في السنة وتكلمنا في التاريخ وتكلمنا عن أسباب النجبة وأشياء أخرى وربط القضية الفلسطينية بالقضية المصرية وبالأزمات التي تحيد بكل الأمة الإسلامية السؤال الآن ونكرر مرة أخرى نحن مع دعوة الزحف وقلنا بأنه لابد من ترتيب الأولويات لابد من تقديم أولويات على أشياء أخرى السؤال متى نسحف بسم الله والحمد لله والصلاة 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 احنا قلنا دلوقتي ان ده أصل من أصول اعتقدنا تعظيم هذا المكان أصلاً 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 أعتقدنا ولكن هنحتاج قبل ما نجواب على السؤال وعشان نجواب على السؤال نحتاج ان احنا نقول طب ما تجي نرجع للتاريخ ونشوف التاريخ الفاتحون السابقون ماذا صنعوا علشان نعرف منهم انتوا ما بدأتوش الزحف لي بدري ولي بدأتو الزحف في الوقت ده بالذات ونقض مثال على ذلك لو قلنا عمر الخطاب يقول ذات الصحابة طب بنقض صلاح الدين صلاح الدين رحمه الله لما خلاص تولى المسألة كلها وهو اللي هيبدأ قيادة المسلمين للقتال ما بدأ أبداً بالزحف مرة أحدى ولكن بدأ بالإعداد عمل ايه؟ أول حاجة بدأ يربي جيل عمل ايه عشان يا رب جيل؟ أنشأ المدارس اللي تربط الناس بالله سبحانه وتعالى وتعلم الناس وتنشر القضية في كل مكان أنشأ المدارس الصلاحية ومدارس الفاضلية ومدارس الكاملية مدارس في كل مكان في كل مكان الناس كانت بتتوجه لمكان معروف مشهور ينشئ فيها مدرسة تتوجه إليها كل طائف المجتمع يتوجه إليها أطفال يحفظون فيها القرآن يتوجه إليها الشباب يتعلمون فيها أمور الدين ربط الناس ربط جميل جدا 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 بالله سبحانه وتعالى وده اللي احنا عايزين نقول عليه ياريت ننصر قضيتنا ببث روح هذا المكان في قلوب شبابنا عن طريق المساجد عن طريق المدارس المناهج التعليمية المشايخ والعلماء والدعاء على المنابر ده يبقى أمر مهم جدا بدأ صلاح الدين بيه أول حاجة نرجع الناس تاني ربنا سبحانه وتعالى لأن النص مش يكون إلى المؤمنين زي ما اسمعنا الآن من فضلت الشيخ غريب ده الأمر الأول الأمر التاني صلاح الدين عمل ايه؟ صلاح الدين رحمه الله بدأ هو عارف أن عدوه اللي كان قدامه عدوه قوي جدا طب نعمل ايه؟ لن أتغلب أبدا على هذا العدو الخوي إلا بوجود روح الألفة والتألف والمحبة والوداد بين العالم الإسلامي بين مصر الشام الحجاز العراق اليمن اللي هما الأكبر خمس دول للمسلمين في هذا الوقت قعد 11 سنة كاملة 11 سنة كاملة علشان ما زحفش من 11 سنة ده 11 سنة دي إعداد قعد 11 سنة وبعد 11 سنة ربنا كل مجهوداته أنه خلاص الكل التحد ما شاء الله ربنا وفقه أهم نقطة وعايز أختم بها عشان برضو أفتح المجال للمشايخنا أهم نقطة أنه ماهتمش بالجانب الديني بس لا ده هتم بالجانب الاقتصادي وهتم بالجانب الزراعي وهتم بالجانب السياسي وهتم بكل الجوانب دي علشان يقدر يبني دولة قوية طقف مع أهل الشام علشان كده اللي يرجع لسر صلاح الدين هيجد أنه أنشأ وستشفات في كل مكان أنشأ طرع وعشان الزراع وكلام ده في كل مكان إذن الراجل ده كان فكر وتفكير عالي جدا وده الفكر هعايزين نقل شبابنا إن المسألة مش مسألة زحفه بس ده المسألة احنا محتاجين فيها إعداد إعداد ديني اتنين إعداد اقتصادي تلاتة إعداد سياسي واجتماعي وبث روح القضية في كل شبابنا لو قدرنا نعمل كده إن شاء الله أنا بقول كل واحد فينا هيكتهد ده بيقدمنا من الزحف خطوة إن شاء الله إن شاء الله في النهاية دكتور محمد ماذا تقول المسألة واضحة جدا والحلقة يعني كلها جتمعت على معنى مهم جدا متى وكيف نزحف أنا عايز أقول نقطة لو إحنا بنتكلم في الختام على مسألة الإعداد إحنا اتفقنا على إن ما فيش حاجة اسمها زحفة بدون إعداد ما فيش حاجة اسمها زحفة من غير ما نكون على قدر المسئولية في هذا الزحف شيخ أحمد جلال ضرب مثل بصلاح الدين الأيوبي صلاح الدين استطاع أن يزحف واستطاع أن يزحف الجيل اللي كان مع صلاح الدين لأن صلاح الدين لم ينتصر وحده صلاح الدين انتصر بجيل كامل إمتى؟ لما كان في قلوبهم أمر دل لابد الآن من أهم الأمور التي نركز عليها مع إخواننا ومع شبابنا صلاح الدين لما جاء يقول حديث متسلسل بالابتسام لشيخه نور الدين محمود زنكي لم يبتسم فقال أكمل حديث معين الحديث في لفظ الابتسام يعني لازم يبتسم قال أبتسم أو أضحك والمسجد الأقصى أسير كان عنده روح هذه الروح هي اللي لازم تكون موجودة الآن فينا ولازم تكون مفعلة ولازم تكون يعني كل إنسان بيعمل حاجة في حياته الآن وهو بيعد العدة وهو بيذاكر وهو بينفع وطنه وهو بينفع أمته لابد أن هو داخله يكون عارف كويس جدا أنه هو بيعمل الأمر ده وهو بيعد بهذا العدة هو كده بيؤجر على هذا صلاح الدين رحمه الله تعالى لما زرع الروح دي في هؤلاء الشباب لما زرع الروح دي في هذا الجيل هذا الجيل أصبح عنده المعنى اللي قلناه في أول حديث يا أستاذ مولهام اللي هو أول حديث ذكرنا خالص من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغز مات على شعبة من شعب النفاق هما خلهم يحدثوا نفسهم فلما جيه احتاجهم لما جيه حصل موقف عجيب جدا ولما جيه حصل أن الصليبيين كانوا جايين باختراع عجيب جدا بأشريعة لا تحترق يبعت عليها النفط ما لا تحترقش حاجة عجيبة جدا هما كان عندهم تقدم علمي لا شك في هذا فعمل إيه؟ نادر مين اللي كان معد يا جماعة مين اللي كان مذاكر زي ما بيقول مين اللي كان عامل حسابه أنه في يوم الأيام للأم هتحتاج لقوته شاب صغير جدا عنده 17 سنة اسمه علي ابن عريف النحاسي راجل ابو نحاس راجل بسيط جدا لكنه كان مركز كان عايز ينفع أميته بشيء اخترع 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 مدة تقاوم هذا الاختراع الذي فعله الصديبين والقصة بذكورة بطولها عند ابن كثير في البداية والنهاية الشاهد اللي عايز أقول له جيه صلاحة ديني يكافؤوا ويددي له مبلغ من المال قال له إيه قال ما فعلت هذا إلا ابتغاء واجه الله لا أريده منك شيئا ما فعلت هذا إلا لأنصر ديني وأنصر أمتي الروح دي لما تبقى موجودة الآن في شبابنا هم بذكروا لما تبقى موجودة الآن وإحنا بنتوحد ونتقالف والكلام اللي قاله الشيخ أحمد نفعله لما تبقى موجودة فينا كلنا الآن نحن عايزين نعد عايزين نعد والله والله يا أخي الشاب هو بذكر هياخد أجر الإعداد الصانع هو بيصنع هياخد أجر الإعداد المخترع العالم السياسي الاقتصادي كل دول هيبقوا نموذج بدم قلوبهم جواها حدث نفسه ربنا يكرمك فتح الشيخ بس أنا أخونا الشيخ أحمد مرضاش يضرب مثل في الإعداد بيجي للصحابة عشان الناس تقول لك دول صحابة وعاشوا وسط النبي والأجال اللي بعدها واللي بعدها وجاء عند صلاح الدين أنا أقول لا نبعد عن صلاح الدين ونقرب قوي حرب أكتوبر اللي هي المفترض في تاريخ نحن العاشر من رمضان وأنا بقول العاشر من رمضان ده تحديداً وبأكد عليها لأن الرابط بالعاشر من رمضان ده يوم مهم جداً بالنسبة لها جيش مؤمن ويقول لي كان فينا صارى موجودين نعم كان فينا صارى موجودين في قلب الجيش ولا نشك في وطنيوتهم ولكن الهدف كان واحد الهدف كان واحد الهدف كان واحد تحرير مصر تحرير سيناء ضحر العدو الذي تجبر وأزل الأمة العربية من سنة 48 والسادات وإعداده على طول الفترة القادمة وأنا أعرف كثير جداً من أبائنا وأصدقائنا سواء من جنود لازالوا أحياء بنا وكانوا مشاركين هذه الحرب تدرس الآن في الكليات العسكرية في أمريكا وغيرها المستشار الروسي لما جاءوا وشاف خط برليف قال ببساطة جداً هيموت من عندوك 15 ألف جندي أنا فاكر أظن تقريباً دكتور محمد يوم الفتح كان العلاج القتلى قال من 50 فتح وأغلبهم كانت أخطاء مش قتلى من وعدوا بسل وعدوا بسلال يبقى كان فيه زي ما الدكتور محمد قال كان فيه روح إيمان روح إيمانية قوية جداً زي ما الشيخ أحمد قال كان فيه عقيدة بتحرك نعم وإصرار وعظيمة وأخذوا بالأسباب توكلوا على الله سبحانه وتعالى فدي نمازك حيه وحرب إحنا المصرين اللي خضوها أي ورفعت رأس العرب وكلنا عزة وكلمة السلاة ما أغذى بالكوة لا يرد إلا بالقوة فإحنا محتاجين الأمة نهاردة تتفعل عبد الناصر كل واحد فينا يؤدي دوره زي ما الدكتور محمد قال الطالب الصانع الله يعزك اللي بيكنسي الشوارع نعم يؤدي دوره لأنه يؤدي إلى نظافة المجتمع ما فيش انتشار أو بيئة أو أمراض كل واحد فينا يؤدي دوره لا حد يشتكل المجتمع المجتمع ياخر لو في مثل مشهور جدا في الفلاحين يعني أنا أبغضه جدا ويبغضه الإسلام وكل عقل انخرب بتبق خذلك منه قالب ده مثل تخريبي قذر لا ده انخرب أحط فيه قالب يعني لا أكون ميع والهدم إنما أكون أدد بناء كل واحد فينا لا تنظر إلى الآخرين لكن انت هتعمل إيه الأستاذ مولهم علي إيه عاطف علي إيه الدكتور وهكذا فكل واحد فينا يشوف ما باستطاعته أن يؤديه لأمته من غير أن ينظر إلى الآخرين فعلوا أم يمفعلوا لا يهمه القضية المهم أنه يؤدي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فسيلة دلليه نبتك النخل شتلة الصغيرة ونتعي في النخل عاشر الصينيين على ما بتطلع طم بلح يعني عمري طويل مش مثلا أرع بعد شهرنا هتجب أرع ولا بطلز بعد ثلاثين وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليفعل لي ومن الله يجمع ومن الله يروي مش قضيتك المهم أن أنت قديت حاجة دكتور غريب أنا سعيد الشيخ عطف ما شاء الله حفظ الأمثلة وبتطلع بعد كم سنة وكم شار ما شاء الله هذا من الإعداد فأنا عايز أقول يعني الإخوة ربنا يبارك فيهم يعني هم قالوا أن الإعداد في كل المجالات المجال العلمي المجال العسكري المجال الاقتصادي في كل المجالات يعني واضح جدا وأنا عايز أقول برضو الإخواننا اللي هم الشباب وقول لنا جميعا إن الزحف قادم قادم والنصر قادم نصر متحقق ما في شك في هذا وأنا عايز أقول إن كل اللي بيساهم وبيعد هيقول طب إمتى طب أنا عايز ما تستعجلش الثمرة فمسألة عدم استعجال الثمرة ده أمر مهم جدا لأن الثمرة ستأتي ستأتي طب افرد أنا ميت قبل أن أحصلها وقبل أن أراها لي أجري يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة فاتحا كان معا مين كان معا ناس أسلموا بعد صلح الحديبية ودخل معايا الكعبة عثمان بن طلحة أسلم بعد صلح حديبية هو خالد بن الوليد وعمر بن العص دول المنتصرين فقط والجيش اللي كان داخل مكة دول اللي كانوا منتصرين فقط وأين خبيب بن عبد القطع وأين مصعب الذي قتل وأين الصحابة الذين قتلوا وأين حمزة أسد الله وأسد رسوله وأين آل ياسر أين هؤلاء فأنا أقول الذين ماتوا في هذا الطريق والذين قتلوا في هذا الطريق نصرهم لا يقل عن نصر الذين دخلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة فدي مسألة مهمة جدا إننا علي دولي بقى دي النتيجة ستأتي والثمرة ستأتي لكن في الوقت الذي حدده الله عز وجل ولنتحلى بالحكمة وأنا أؤكد على مسألة مهمة جدا أن نرتبط بالله سبحانه وتعالى وأن نعتصم بالله وأن نتحلى بتقوى الله سبحانه وتعالى وأقول لا ثم لا لكل ما يؤدي إلى الفتنة الطائفية وأذكر هنا حديثا وأنا شايف الوضع خلص فأخدم به إن شاء الله وصية النبي عليه الصلاة والسلام يعني مرة أخي من الإخوة بيسألني سؤال بيقول أنا دلوقتي تحت ولايتي رجل مسيحي واخد منصب معاين بس أنا فوقه فأنا دلوقتي هو مش مزبوط في شغله يعني الناس اللي فوق اللي عينوني في المنصب ده قالوا لي أنت إحنا بصراحة زهقنين منه وهندي لك فرصة أسبوعين تشيله مثلا فلو عايز تشيله شيله فسألني السؤال ده أنا قلت له كلمة بسيطة جدا استنادا لحديث اللي نبع عليه الصلاة والسلام وعشان الدنيا كلها تعلم الشباب السلفي أو الدعوة السلفية زي ما بيسمون يعني وإن شاء الله عقدتنا دي عقدتنا بإذن الله سبحانه وتعالى كيف يتعاملون مع هذا الواقع ومع الآخرين الذين ليسوا على دين الإسلام قلت له أنا عايز حضرتك تتخيل إنك رحت المدينة والتقيت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته هذا السؤال فسمعت منه هذا الحديث استوصوا بقبط مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة الله 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 فأنا أقول له فلان ده تخيل الحديث بها النبي ما قالش قبط مصر لا قالك استوصي بفلان القبط خيرا فإن له ذمة ورحمة فهي دي نفسيتنا وده طريقتنا وده فهمنا وده تعاملنا وده الرحمة اللي علمنا إياها الإسلام سأل الله عليه وسلم وصلى الله على النبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم يعني ده مشاهدنا الكرام يعني أعتقد أن الرسالة واضحة لكل المشاهدين في كل مكان هذا هو المنهج وهذا هو المنهج السلفي وهذه هي وسطية الإسلام وسماحة الإسلام وعدل الإسلام والرؤية الإسلامية في كل القضايا المثارة على الساحة المصرية والعربية والإسلامية تكلمنا مشاهدين الكرام نهاية بكلمات بسيطة حتى نلخص ما قلنا تكلمنا وكنا بأن كنا نتكلم عن دعوة الزحف إلى فلسطين من أجل نصرة فلسطين ونصرة المسجد الأقصى المبارك كنا ونؤكد مرة ثالثة حتى لا يفهم الكلام بطريقة خاطئة كل المشايخ ما شاء الله تبارك تعالى القناة وكل العاملين الكل مع دعوة الزحف لأن هذا معتقد وهذا دين فنحن مع الزحف إلى فلسطين من أجل نصرة فلسطين ونصرة المسجد الأقصى المبارك وأسأل الله تبارك تعالى أن يردوا إلينا في القريب العاجل اللهم أمين ولكن لابد من الإعداد لابد من ترتيب الأولويات لابد من الإعداد في كل مناحي الحياة وفي كل مجالات الحياة وهنا أقول لو حورب دين على وجه الأرض بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل لو حورب دين من الأديان الباطلة بمثل ما حورب به الإسلام ما بقي له على وجه الأرض من سبيل من أول لحظات والإسلام محارب لكن الله أهلك كل من وقف في طريق الإسلام وأبقى الله الإسلام وفيظل شامخا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ألا إن نصر الله قريب مشاهدان الكرام في نهاية هذا الجزء الأول من هذا اللقاء المفتوح نشكر فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جلال شكرا جزيلا والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الدكتور محمد علي شكرا جزيلا والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الشيخ عاطف صابر شكرا جزيلا والشكر والتحية والتقدير لفضيلة الدكتور غريب رمضان شكرا لكم جميعا وانتظروا في الجزء الثاني مشاهدان الكرام فضيلة الشيخ الدكتور مزهر شهير وفضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن الصاوي وفضيلة الشيخ أحمد الطوخي وأسأل الله تبارك وتعالى وفضيلة الشيخ علي قاسم ما نقدرش نسى الشيخ علي قاسم لتبقى مشكلة كبيرة أسأل الله تبارك وتعالى أن يوافق الجميع وشيدنا كرام شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة